منذ انطلاق القوات المسلحة من قرابة الست سنوات بثورة الكرامة في تحدي وعزم لاسترداد كرامة الوطن والمواطن والقضاء على الجماعات التكفيرية والإرهابية التي عاثت في البلاد قتل وخطف وتنكيل القوات المسلحة وكما أكدت في بيانها الأخير كانت ولا زالت تراعي في كل قراراتها استرداد هيبة الدولة بالإضافة لحماية المدنيين عبر كل هدنة إنسانية تنادي بها وأعطت المجموعات المغرر بها فرصة لإلقاء السلاح راغبة بذلك أن تتفادى سقوط الدماء وعدم استغلالهم ضد مصلحة بناء الوطن فكان أبناء القوات المسلحة يتصدون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن ويحققون الانتصارات ويحررون المدن لتعود لحضن الوطن وفي ذات الوقت تبحث عن السلام مع من لم تلطخ أيديهم بالدماء لجمع شتات الوطن بأقل خسائر حتى لا تعطى الفرصة للطامعين في ثروات البلاد ولكن العمالة والخيانة التي قام بها الصراج وميليشياته عبر جلب الغزال أتراك والمرتزقة والإرهابيين للحفاظ على بقائهم في المشهد وتحقيق مصالحهم جعلت البلاد تدخل نفقا مظلم عبر حرب دولية وعلى ذلك عملت القوات المسلحة وفق المتغيرات التي حدثت بتعزيز قدراتها ودعم وحداتها العازمة على تطهير الوطن واسترداد هيبته وقطع الطريق أمام الطامعين والخون والعملاء فالوطن لمن يدافع عنه وليس لمن يبيعه لقناة ليبيا الحدث بو بكر العقيم